السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر المزيد ان شاء الله ولا تنسوا كذلك الضغط على الجرس وتفعيله لتستمتعوا بكل فيديوهاتنا عشر سور غامضة لم تفسر حتى الان تتعاقب الايام والسنوات وتبقى هناك بعض الاحداث والمواقف الغريبة التي لم يجد لها البشر تفسيرا منطقيا ومن بين ذلك كانت هناك صور غامضة وما تزال حيث لم يستطع احد تفسيرها بشكل دقيق على الرغم من الاجتهادات الكبيرة لشرحها المرأة ذات الرداء البني المرأة التي كانت ترتدي معطفا بني اللون او السيدة بابوشكا كما اطلق عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي الامريكي كانت قريبة جدا من الرئيس الامريكي الاسبق جون كينيدي حين اغتيل في دالاس وبحسب شهود العيان فقد صورت المرأة كل ما حدث ويعتقد بانه كان بامكانها الاجابة عن كثير من الاسئلة الغامضة حول اغتيال كينيدي لكن التحقيقات الفيدرالية عجزت عن الوصول الى هذه المرأة حادثة دياتلوف في عام الف وتسعمائة وتسعة وخمسين توفي عدد من المغامرين في جبال اورال وقد التقط هذه الصور طاقم الانقاذ وبحسب المنقذين فقد اندفع المغامرون خارج خيمتهم عرات الاقدام للهرب من شيء ما وقد توفي ستة منهم نتيجة خفاض في درجة حرارة الجسم واثنان نتيجة كسور في الصدر واصيب اخر باصابات بالغة في الرأس كما فقد لسانه والاغرب من ذلك ان ملابسهم تحولت فجأة الى ملابس مشعة اضواء مدينة فانيكس في الثالث عشر من مارس عام الف وتسعمائة وسبعة وتسعين شهدت سلسلة من اضواء غير معروفة المصدر في سماء مدينة فانيكس في ولاية اريزونا وظلت سابتة لعدة ساعات كما شهدت في اليوم التالي وحتى اليوم لا يعرف مصدر هذه الاجسام المضيئة التي ظهرت في الصور رائد الفضاء التقط جيم تامبلتون هذه الصورة لابنته حين كان خارج البيت واثناء ذلك لم يلاحظ الاب جيم اي شيء غريب في الصورة لكن بعد تحميض الصورة لحظ ما ظهر وكأنه رائد فضاء لكن الشيء الغريب انه لم يكن هناك احد لحظة التقاط الصورة وقالت شركة كودك بانه لم يحدث اي تلاعب في هذه الصورة الابهام الغامض يظهر في الصورة اربعة اصدقاء وهم يرفعون اصابعهم لكن من اين جاء الابهام الذي يظهر بجانب اذن الطفل اليمنى الذي يرتدي اللون الاسود الفارس الاسود في عام 1960 تم رصد جسم اسود في مدار الارض بواسطة وكالة الفضاء الامريكية ناسا في هذا الوقت لم يكن قد تم اطلاق اي اقمار صناعية او مركبات فضاء وقد التقطت صورة لهذا الجسم مجددا اثناء مهمة مكوك الفضاء الامريكي الى محطة الفضاء الدولية في عام 1998 لكن لم يستطع تفسير ما هي هذا الجسم ادنا سنترون تم التقاط هذه الصورة خلال حادثة اصطدام الطائرتين في برجي التجارة فكانت هناك امرأة تسمى ادنا سنترون تلوح بيدها والسؤال الذي يطرح نفسه كيف وصلت ادنا الى نقطة الاصطدام مع الطائرة حادثة بحيرة فلاكون في العشرين من مايو عام 1967 كان ستيفان ميشالك بالقرب من بحيرة فلاكون في مانيتوبا في كندا حين رأى مركبتين غريبتين تقتربان من الارض وحين فتح ابواب احدى المركبتين سمع صوتا غريبا وحاول التواصل مع ممن كان بداخلها واقترب منها وشاهد اضواء غريبة وفجأة اغلق الباب وبدأت ترتفع ونفثت في وجهه ادخنة ساخنة تسببت بحروق غريبة في صدره وبطنه كما يظهر في الصورة المسافر عبر الزمن تم التقاط الصورة عام 1941 أثناء افتتاح جسر ساليس فوكس في كندا لكن يبدو في الصورة شيء غريب فهناك شاب يرتدي ملابس عصرية ويحمل كاميرا حديثة في حين تلاحظ نوعية الملابس والكاميرا في تلك الحقبة مريم العذراء والطبق الطائر واحدة من اكثر الصور الغامضة في حين ان موضوع اللوحة مريم العذراء يظهر هناك شيء يحوم فوق كتفها الايسر بما يشبه الطبق الطائر فهل كان ذلك بقعة الوان سقطت على اللوحة لكن لماذا يظهر رجل وكلب يحدقان الى هذا الطبق الغريب في لوحة تركيزها الاساسي على مريم العذراء موسيقى 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 اشتركوا في القناة